اشتركوا في القناة محافظة غازي عنتاب التركية وما قدمه ابناء البحرين من خدمات انسانية الى جانب اشقائهم الاماراتيين للمصابين والمرضى يستقبل المستشفى الميداني الاماراتي ارقاما كبيرة من المراجعين على مدار الساعة وكان قد وصل فريق طبي بحريني لجمهورية التركية وتحديدا لاصلاحية للمشاركة ضمن عملية الفارس الشهم اثنان في المستشفى الميداني الاماراتي ان المستشفى الميداني يعمل على مدار 24 ساعة وان وجود الشقاء البحرينيين في المستشفى الميداني من الطباء ومرضين مع الكاد الاماراتي يرفع من قدرات المستشفى وبيئة مناسب لتبادل الخبرات وكمان نعلم دائما ان دولة الامارات ومملكة البحرين يلتقون في الخير وعلى الخير دائما الفريق الطبي البحريني لا يشعر بالغربة فان غادروا وطنهم الا انهم هنا بين اشقائهم الاماراتيين اضافت لنا هذه المشاركة روح التعاون كفريق واحد من متضامنين ومتكاتفين يدا بيد في نجدة ومساعدة اخواننا في هذا الحدث المؤسف حيث اتاحت لنا الخبرة وتبادل الخبرة بين الجميع داخل المستشفى الميداني وقد اثمرت هذه الجهود المبذولة بنجاح هائل للجميع وساهمت في اسعاف وعلاج اعداد كبيرة من الجرحى والمصابين تتنوع حالات بين بسيطة وحرجة ونستطيع القول ان هذه المشاركة دليل على تحقيق التعاضد والتكامل بين مملكة البحرين ودولة الامارات الشقيقة في مواجهة الازمات والكوارث بشكل سريع وفعل لا تقتصر الرعاية الطبية اليوم على من تأثر من الزلزال فحسب بل يحظى بهذه الرعاية كل من يحتاجها مهما كانت الاسباب الامارات والبحرين كما نقول في الخليج دائما عينين في راس دائما اعتدنا ان نكون مع بعض اعتدنا ان نكون في خندق واحد دائما نكون في صالح البشرية في مساعدة الانسان اينما كان فما بالك حينما نقف الى الجانب التركي يربط ويجمع كل المرضى والمراجعين شعور بالرضى والسعادة بسبب جودة الخدمات المقدمة اليهم وصول طاقم طبي بحريني الى الجمهورية التركية للمشاركة ضمن عملية الفارس الشهم اثنين يزيد من قدرات استيعاب المرضى كما يؤكد على الاخوة الاماراتية البحرينية سهيل الزبيدي المستشفى الميداني اصلاحية الجمهورية التركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر